موضوع البطيخ وقصة أنه حتى المصطلح نفسه صعب جداً لما تلاقي أنه على موقع التواصل أو ناس بتتكلم أنه الحاجة معها فيه بطيخ مصارطاً شيء يقلي وممكن يكون وصفه الأدقة وبطيخ قد يكون محقون بالهرمونات بتسبب السرطان أو فاختصاراً بيقوله بطيخ مصارطاً على كل حال بدأ الموسم عشان هو موسم فبدأت الشائعة تشتغل على مدار الفترة الماضية وفي ضوءها مركز الإعلامي المجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراع على استصلاح الأراضي يا جماعة حقيقة الأشعاعات دي فالوزارة قالت لا صحة لوجود بطيخ مصارطاً في الأسواق على مستوى الجمهورية وقالت أنه كافة المنتجات والسلعة الزراعية المتدولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيمويات وبيتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئة الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية للتأكد من أنها مطابقة لكافة المواصفات القياسية وناشدت الوزارة ومركز الإعلامي المواطنين عدم الانسلاق وراء تلك الشائعات طيب ده الرد نفي هل النفي ده بيصدر لأول مرة؟ الحياة لأ هل الشائعة دي بتصدر لأول مرة؟ برضو لأ عشان كده كنت بقول لحضراتكم ابتدى موسم شائعة وبالمناسبة قدام شوية هتلاقوا موضوع الخوخ زي ما حصل برضو السنين اللي فاتت متوقع ليه بقول الكلام ده عشان فيه بعدين أو حتتين زويتين كده في القصة دي الزاوية الأولانية زي ما بقول لحضراتكم دي مش أول مرة تحصل جبتلكم مجموعة من المواقع الإخبارية اللي تناولت هذا الموضوع سنة عشرين اتنين وعشرين عشرين واحد وعشرين عشرين 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 تسعتاشر وأنا الشخصان وقفت لحد هنا عايزين نرجع على أكتر من كده هتلاقوا ده موقع اليوم السابع خلاص ده إمتى؟ أعتقد ده عشرين اتنين وعشرين نواقع تاني يا جماعة بعد إذنكم القاهرة 24 ده بتاريخ عشرين اتنين وعشرين صحيفة الأهرام ده في عشرين واحد وعشرين أو التاريخ موجود فوقه في الصورة دي بينها ده موقع مصراوي ده سنة عشرين عشرين كملوا بقى يعني لو وقت حضراتكم فاضي ممكن نرجع على حد مش عارف فين خلاص؟ طيب فاللي بقى عايزة أقوله بقى من النقطة دي إيه؟ بما إنه هذه الشائعة موسمية غير كافي مجرد النفي لازم يبقى في حل خارج الصندوق عشان نقفل على الموضوع ده مدام الشائعة بتطلع كل سنة يبقى نعمل إيه؟ ممكن مثلا الجهات الرقابية على السلع الغذائية اللي أشرت إليها وزارة الزراعة بدل ما نلاقي الشائعة بتطلع وبعدين ننفيه طيب ما ننزل نصور مثلاً جولة نفهم إزاي بيتم الفحص والرقابة ما نعمل فيديو توعوي للناس عشان نقولهم إزاي تقدروا تفحصوا البطيخة عشان تعرفوا سليمة مش سليمة ممكن تكون فيها مبيدات ولا ما فيهاش يعني أي حاجة تخلينا عشرينين أبعة وعشرين مع موسم البطيخ ما نلاقيش نفس الشيء عبتطلع مرة تانية على الأقل عشان يطمئن قلب الناس أنه فعلاً ما فيش لأنه مجرد النفي ما هو اتنفى في 19 وعشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين وأوادي تلاتة وعشرين خلاص؟ فبالتالي أتمنى أنه يكون فيه إجراء مختلف out of the box خارج الصندوق زي ما بنقول كتير جداً لازم يبقى فيه إجراء مختلف حتى نسعى أنه يكون فيه نهاية لشائعة موسمية متكررة اللي هو الحقيقة يا جماعة البطيخ ده بطيخ مصاردة وأنا وردت حضركم لحد 2019 والله هتلاقيه 18 و 17 وهتلاقيه تاني يعني فأتمنى يكون فيه إجراء مختلف عشان الناس تطمئن ده بعد والبعد التاني أنه ما نلاقيش في عشرين وعشرين في شهر خمسة برضو بيطلع مرة تانية شائعة البطيخ خد يكون فيه بطيخ مصاردة ولا بيتم نفي الشائعة وفي مساء دي أمسيت لقرامي رضوان طالع في حلقة يقول لكم السنة اللي فتت كانوا قالوا برضو كده والحاجات دي كلها